أهلا بحضركم من جديد واستكمال باقي فقرة الأخبار والحديث عن معسكر فريق النادي الأهل استعدادة لمباراة الدحيل طبعا عندنا مجموعة من التصريحات والأخبار المتعلقة بالبعثة هناك وقبل موعد المباراة بـ 48 ساعة بيتسمو سيماني المدير الفني الجنوب إفريقي لفريق النادي الأهل تكلم النهاردة على استعداده لمباراة الدحيل وقال كلام مهم جدا أولا أعرب عن فخره ويساعدته الكبيرة بالعمل لداخل النادي الأهل نادي القرن برئاسة أسطورة القرى الإفريقية الكابتن محمود الخطيب وقال أشعر براحة شديدة جدا في التعامل مع الكابتن بيبو هو يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل كبير ووجوده على رأس البعثة هنا في المشاركة في المونديال بالتأكيد بيدينا دفع قوي جدا وفي نفس الوقت بيحملنا مسئولية لإقامة مباريات على أعلى مستوى من أجل التأهل والحصول على مركز جيد في كأس العالم للأندية ده بيدينا دافع لتحقيق انتصارات في المباريات القادمة كمان أضاف نقطة مهمة جدا قال رغم من الكابتن محمود الخطيب نجم كبير وقروي رائع لكنه لا يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية ويتعامل معنا بشكل احتوفي طبعا دي مدرسة النادي الأهل على مدار العصور أيام كابتن حسن حمد وأيام كابتن صلاح سليم والكابتن عبد صلاح الوحش على مدار السنين اللي فاتت كلها دائما بيكون في استقلالية لعمل الجهاز الفني وده النهاردة بيتسو معنا أنه يتكلم في هذه الجزئية هو شايف في مؤسسة ومدرسة جيدة جدا في الإدارة داخل النادي الأهلي من أجل استكمال مسيرة البطولات خلال الفترة اللي جاية قال بإذن الله سنسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في هذه البطولة والمباراة الأولى أمام فريد دي حيل سنسعى بكل قوة للانتصار والتأهل للمباراة الثانية